اشتركوا في القناة وقال له هذا شيء واجب افعل فيقول لا لا تسألوا عن أشياء انتوا لكم تسوءكم نعم لا تسألوا عن أشياء انتوا لكم تسوءكم ويتهاوم في السؤال فهنا لا نعذره بجهل لأنه انفرط في عدم التعلي اما اذا كان انسانا في بادية بعيد عن العلم ولا يعلمون شيئا فهذا يعدر بجهل سواء في الواجب او المحر ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لما جاء الرجل وصلى صلاة لا يضمن ان فيها امره ان يحيد الصلاة وقال انك لم تصلي لكنه لم يأمره باعاجة الصلاة الماضية مع انه كان يصلي صلاة لا فصح وكذلك المستحاضة التي كانت لا تصلي مدة استحاضتها تظن ان هذا حيث لم يأمرها النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم بقضاء الصلاة فالحاصل ان الجهل عذر لكن قد لا يكون عذرا متى اذا فرط في السؤال فلم يسأل مع قيام الشفاة عنده نعم